بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعزائي المتتبعين كامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول حاجة بش تكون عندنا البركة وسهولة الفهم نصلي على الرسول الحبيب عليك الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله إلى يوم الدين ثاني حاجة نتمنى هذا الفيديو تلقاكم بخير وعافية انتومة واللعزاز عليكم كامل ودعيوا معنا بش الله يرفع عنا هذا الوباء وثالث حاجة نتمنى اللي يشتركوا يديروا الجامع ويخلي لي تعليق مع سؤال ولمازال ما اشتركوش نقول لهم انضموا إلى عائلتنا واشتركوا في القناة وما تنسوش تفعلوا الجرس بش يوصلكم كل جديد يلا بسم الله وعلى بركة الله الدرس التالي يوم كما راكم تشوفوا راح يكون the passive form or the passive voice هذو نفس الحاجة جيكم سيجي write into the passive form ولا write into the passive voice سيعمام شوز ما تخلعوش اللي هو المبني للمجهول في اللغة العربية اللغ في الدرسة اليوم ان شاء الله راحين نشوفوا علاش حتى نستعمل هذا the passive form كي نكون نكتب في وضعية ادماجية ولا في هدرتنا علاش نستعملوا المبني المجهول ما هي الشروط اللي تخليني نقدر ندير التحويل بس كوكين واحد الحالة ما نقدرش نحول فيها نكتب لهم سيتان بوسيبل داكو اليوم نتعرفوا عليه can I transform from the active to the passive voice and how to transform كيف تكون عملية التحويل هما يمدوني واحدة active بيقولوا لي حوليها ال passive كيفاش ندير ما هي الخطوة تابعوا الفيديو للاخير ان شاء الله باش نشرحه كامل هذو ثلاثة نيقات نبدو بالنقطة الاولى وهي علاش حتى نستعمل passive form في حياتي اليومية او في وضعية الادماجية بسم الله why do we use the passive form لماذا عندنا ثلاثة حالات رئيسية الحالة الاولى هي change the focus of the sentence وش معندها change the focus of the sentence معندها نجذب الانتباه الى المفعول به الفاعل كيش غط مشي ما يهمنيش بساح الله غالب اللي همني هو وش دير مش هشكون لي دير هذيك الحاجة جبت لكم مثال اكيد تدعموني في هذا الرأي وهو a treatment to cure covid-19 was discovered دواء ولا علاج على الكورونا اكتشفوه ذو كان هذا اللي اكتشفو بارك الله فيه والله يقيمت منه ومبعد نقرأوا عليه ونو نديروله مقالات ونستدعي وهو لا سحنا سوكي ما انتيغاس ذكا اللي حاج اللي تهمني ذكا سيباشكون سيكو اختارعو دواء اكتشفو بيتو دواء تال كورونا فهمتوني دونك هناظو كما دام الدواء هو اللي يهمني كفر راح نبدأ به الجملة مش ينقولهم سمعتو افلان اكتشفو الدواء انا فلان هذا بلك ما يعرفوهش اهم حاج ينقولهم سمعتو او دواء تال كورونا رام صابوه اوكي سو اتس the same in english a treatment to cure covid 19 was discovered باي افلان براك الله فيك يا فولان راح التاريخ ما ينساش سو الاهم هنا سيبا الفاعل سيلمفعول به اوكي هذي الحالة الاولى الحالة الثانية كيش غطرني مبلعط في الغاشي انا منيش عارفة كاش كون دارها ما عندي معلومات على التاريخ ولا المكان سو منيش عارفة نقوله I don't know who did the action منيش عارفة كاش كون دار الفعل مش عارفة كاش كون هو الفاعل اوكي اهلا for example الهامبرا ذي قريتوها في الفصل الاول بنيت was built in القرن التاسع القرن نقوله century ما نقولوش سانتوري the ninth century شكول بناها بالصح والله ما على بالي وما يهمنيش قاع الفراعيين الفينيقيين الرومان التزيريين شناوة ما نيش عارفة ما نيش عارفة نسيت المعلومة انا عارفة برك باللي انا شافية باللي في القرن التاسع قالو هنال ما نقدش نبدأ بالفاعل ما نعرفوش رح نبدأ بالمفعول به اوكي غير تبدأوا بالمفعول به معنى تهاراكم في ال passive form الحالة الثالثة هي انه لغاشي جارة وعارف شكون ما كلا هنبقى نقول شكون for example we all know we all know معنى هالجارة نعارفين we all know who did the action كامل لنا عارفين كي يرفي الاكسيون for example the thief السراق was arrested حكموه هي باينا باللي لابوليس علاهن قول لك ألا سمعته السارق هذا حكموه لابوليس ما كلا هنقول لابوليس السارق حكموه انتهى باينا ننفهم بلي لابوليس نتاك فاهم بلي لابوليس دونك ما كلا نذكره نبدأ بالمفعول به اوكي دونك هذو هما الحالات الثلاثة المفعول به هو أهم معلومة ما على باليش كامل شكون دار والثلاثة كامل وانا عارفين اوكي الى ما فهمتوش هذو النقطة خليوليكم مانتر مع التعليقات التحت اوكي نروحو للنقطة الثانية وهي الشرط اللي بايش نقدر ندير التحويل من الاكتيف الى الباسيف خاطرش كين واحد الحالة كما قلت لكم ما نقدرش ندير التحويل نكتب لهم it's impossible نتعرفوا الان الى هذا الحالة قال لغ شرط التحقق can I do the transformation هل أستطيع التحويل شوفوا معايا هذا المثل the police ما زلنا مع السارق إن شاء الله يحكموا قاعد سراقين قالوا the police ما قلوش the police مقولوا the police the police arrested the thief شرطة حكمت السراق حمدو الله السراق هنا كنا عربوا بالعربية الشرطة حكمت السراق مفعول به مفعول به بلانغلي نقولو direct object كما في خانسي l'objet direct نقلبوهم direct object عندي مفعول به هذا المفعول به نجيبه the thief was arrested by the police متشوفوش هنا كيف هوقا هذي كنشرح لكم في النقطة الثالثة هنا قدرنا ندير التحويل علش بس كنقدر نبدأ بالمفعول به شوفوا معايا هذا المثل I am ill هذي جملة صحيحة أنا رأني مريض I go to school شوفوا I am ill وش كاين مور الزرب ill هو adjective كيش غضر الحال انتاعي شو سوي مالات ستان adjective صفة حال I go to school place ظرف مكان اني رايح وين it's a place اسكوا عندي مفعول به no so if I don't have the direct object it's impossible it is impossible to do the transformation impossible ما كاش كيف هي الجملة تاع المبني للمجهول لازم تبدأ بالمفعول به انتا ما عندكش مفعول به ملا ما عندكش بها تبدأ يعني التحويل مستحل اكتب لهم it's impossible اذا الخلاصة الشرط هو وجود المفعول به we must have a direct object ما كاش direct الله يرحمهم it's impossible ما كاش شرط اخر هذا هو الشرط الواحد نمر للنقطة الثالثة وهي الاهم اللي سقصيب عليها كامل تلاميث teacher كيفاش نديروا التحويل teacher ما نش فاهم كيفا يبقى تبعو teacher مليح بإذن الله رحين نفهمه how to do the transformation كيفا يكون التحويل تبعو معايا مليح مليح رحين نروحه عند أختي المكراشة my sister ate all the cakes my sister ate all the cakes أول حاجة نشوفه نتأكدو اسكو عندي شرط باش نقدر اسكو عندي مفعول به أختيك لا تقع القاطة بسلامتها قع القاطة هو المفعول به so we have the direct object أوكي معنتها نقدر ندير التحويل الآن هذا المفعول به نرفضه كيما راه نعدي مشفاو وأنا نحن بوجه هنا حاجة تتبدل خلوجة هذه هي the capital letter نحن بمجه كل جملة في اللغات الأجنبية علي أن تبدأ بp المجهز كgart يزعم finalmente للأجل للع Beng AS هي هك شخص حديث إذا ترفض المجهزKA و إجتب أ diminUT في عيدي فالمسودة نوعوّ ذيجا بp اذا كنقولوا كامل القادم مرحبا? البلوريال و البلوريال و كلب انجلش يتعوض بذي صح نجيب ذكه السابجكت هذا ماي سيستر هوب نحطوه في الاخير نحيتو لماجسكول بسك خلاص ماووش في البديئة نسبق له من عندنا نحنا نزيدو من عندنا هذي لستيوس هذي كما يقولو بونيوس نزيدوها نكتبوه باي وحذره ما تكتبوش باي هذي ما تديروش باي هذي هذا الى اللقاء احنا نحاولها ال ا خلي وغير هذه هذه سوف يدير من طرف باللغة العربية نقوله صرات كذا كذا من طرف فولان هذه من طرف ان انجليش هي باي اللي هي في الفرنسي نعود ونرجع هنا حطينا direct object يعني نعود معليش يسمحولي باش اللي ما يفهموش مليح لازم يفهموها اليوم وجبنا ال subject ونحطوه في الاخير ودرنا bonus باي ذكره حين نركزو على الفعل ركزو معايا مليح مليح وش راح ندير آلوغ الفعل التعناه هنا راح ندو زوج معلومات المعلومة اللولة هي باللي راهو في الباسي مادام راهو في الباسي احنا راح نديرو هنا توبي في الباسي علشاني كتبهنا في نفس الزمن هذه ملاحظة مش مهمة هذه من اساسيات لفواه باسي باي تجيبوها صحيحة لازم تتحكمو في هذه النقطة مهمة جدا انا كتبه في نفس الزمن معنتها كيكون هذا في الباسي احنا نديرو توبي في الباسي اذا كان هذا في البريزنت احنا رايحين نديرو توبي في البريزنت يعني ولداتي باي تجيبو ذا باسي في فورم صحيحة مستحيل تديروها وانتو ما مشي حفظين توبي في البريزنت اللي هو I am you are they are we are she is it is and he is وفي الباسي قلنا I was you were we were they were she was he was and it was هذو لازم تحفظوهم في مخكم كتابة ونطقا وكلش انسلكوا هذي قبل اه لغما ديم هنا الفيغ براهو في الباسي احنا رايحين نديرو توبي في الباسي توبي قلنا عندنا واز ولا وير احنا هنا عوضنا اشتو عليش قتلكم عوضو كيدرتو هنا ذا احنا هنا حفظين توبي في الباسي انا عارفين بلي ذا يجي مع وير اه لغا هنا رايحين نكتب وير هكذا احنا سلكنا المربع الاول نروحوا المربع الثاني المربع الثاني راني كتبه فيه P اللي هي the past participle ها تيتشر وصلتي للنقطة اللي ما نش فاهم هاقع معلها ما تفاهمهش شوف معايا عندي زوج حالة يا اما الفيغ هذا regular يا اما irregular هذي فهمناها في الدرس تحت the past simple يا خي فرزنا الافعال قلنا الافعال في لانجلي منقسمة الى جزئين الى مجموعتين كينا مجموعة الافعال الشاذة ومجموعة الافعال النظامية regular ولا irregular سوف يشوفوا معايا مليح إذا كان هذا regular نزيد له من ناغر ايدي وإذا كان irregular نجيب هذه القائمة هذه قائمة الافعال الشاذة راي عندكم في الكتاب كم المستويت ما عدا السنة الاولى راي عندهم في الكتاب في الاخير عندهم هذه الصفحة the irregular verb the irregular verbs list ساحة نروح هنا نحوز في هذه الانفينيتيف وهذه the past participle هذه الخانة الزرقة اللي رايح ندي من هالكلمات عليهم أغلغ نحوز to eat to eat لا ما ستوش هنا سوف يدي غيق لي to eat to eat ها هي لك ساو عندي to eat هو ما استعملوا لي eight علشة خاطش راينا في الباست هنا ذو كاكين نجي نخدم في الباستيف فورم ما نخدمش بهذه ما نخدمش بهذه راح نخدم بالخانة the past participle هذي كتوفي هنا لسينياتي خطع بنتي بدأت لي ستيل و خربشات so to eat هنا eight كما في الجملة هالك عندنا eight خطي كلات eight ها رايح نستعملوا the past participle eaten وما فيهاش دوتة كان بزاف يغلطوا يديروا فيها دوتة يا لالا تة واحدة واالا شفتوا بي بي مني نجبناه the past participle جبناه من القائمة علاش لأن eight هذي جاي من الverb to eat و to eat it's an irregular verb لو كان ماشي irregular راح نحط له هنا إيدي ندلكم مثال نروحو ذكروا مثال آخر و بعد نديرو تعال final id شوفوا المثال هذا شفوا باللي يقول من هنا توبي راح يكون في نفس الزامن هذا ما وش واجد هذا حنخدموه معاكم دايما وليداتي حطوه معاكم المستارة ساوي أول حاجة نشوفو أسكت عندي شرط التحويل the teacher explains the lesson الأستاذة تشرح الدرس خموا تشوفوا معايا عندي the teacher وعندي explains وعندي the lesson ها لغ the teacher بين بلي هي the subject و explains هي the verb و the lesson هي المفعول به in English قلنا direct object اوكي وش نديرو قلنا نجيبو هذا المفعول به نحطوه هنا خدموه معايا اوكي تحبو تديرو بوز خدموها وحدكم وشوفو لنخرجو نفس النتيجة ساوي the lesson قلنا الفعل كلمة وحدة راح يرجع لي زوج كلمة نخليلو البلاسا تالكلمة الاولى والكلمة الثانية اوم بعد البونيوس باي نكتب باي باي ونجيب هذي منين جبناها جبناها من هذا subject اوه بنحبطه اذا هنا the teacher هي اللي راح أتجي هنا باي the teacher والااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااaa والااااااااااااااااااااااا أخلناه وايسي ين גם To تهدي في نفس الزمن câلي اذا ما زمن هنها راح ما عنديااااااااااااااااااااااا tête ien bigilla wah american 지고스 م кто ve هنا في البرزنت رايحين هنا نديروا to be في البرزنت ألوغ نعوضوا هذي كما قلت لكم مقبل ذا الليسن لسن وحدة يعني it شيء ألوغ to be مع it I am you are he is she is it is نكتب is والا كملنا to be نروحوا للبيبي the past participle هنا وش عندي عندي to explain to explain نحكم اللي راهم وعرفوا وعرفوا النتيجة نحكم هذي القائمة لأفعال الشاذة نحوس explain 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 والله تقعدوا ثلاثة جهون وما تحوسوا عليها ما تلقاوهاش علاش لخاطش to explain هو it is an it is a regular verb regular ما عندها ما كاش في القائمة مادام ما كاش في القائمة شوفوش راح ندير له نحيلو هذي الاس تعالشي نقاردي وش بقى علي explain ما دام شو سنتو ليا مليح ما دام ما كاش في لاليس راح ندير له e d وهنا الأورا وكاين دور يجين دونك نزيد له غير d تولي عندي e d هنا كملناها والتحويل صحيح نهود لكم غير بشوية جيبوا the direct object حطوه جيبوا the subject حطوه مع الأخر وزيدوا bonus وبعد راحوا للverb بديروا له كما يقولوه تحليل بدون من نزوج معلومات معلومة التان الزامن نصرفوا فيها to be هذا ثاني بونيوس من عندنا هذا في البرزن نديروا to be في البرزن على حساب هذي it is المعلومة الثانية is que regular ولا irregular إلى irregular نجيب past participle من القائمة إذا ما كشف القائمة ما عندها regular يعني في ذا الحالة راح ندير له e d تولي لي the teacher explains the lesson في المبني المجهول passive form the lesson is explained by the teacher أوكي هذه هي الآن السؤال دامن يطرحوه للتلاميذ وهذا مهم 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 it's very important teacher كون هنا ما يكتبوناش كلمة زع ما وكن يكتبونها he ولا she ولا هكذا mere personal pronoun كيف هنديرو في هذا الحالة أطلقكم بالسؤال المهم لازم تكونوا حفظين هذا الجدول لاني وجدته لكم تبعوا معي منح بش تفهموا إذا كان subject هو I أنا ما نكتبش by I لا لا لازم by me par moi شتوف ما بالخونس كتقلوا jura تولي لي par moi هذي كي يأي نيجلش I by me you تبقى you معليش by you we تولي لي by us متقلش by we by us they تولي لي by them them هني كتبتوكم هنا بش تجيبوها صحيحة them m بال m مشي non حذيري مشي an m by them par eu فرانسي عندكم il avec es تولي لي par eu she تولي لي by her و he there كذا و كذا تولي لي by him و it هكذا هكذا تولي لي by it اللغة اللي راحين يتبدلوا شوفوا معايا هي المي والوي والذي والشي والهي هذو هما اللي يتبدلوا أوكي يعني I والوي والذي والشي والهي هذه هي نتلاقو في فيديو آخر إن شاء الله ندروا تمارين باش نسهل لكم الدرس ليه ما فهمش خليلي سؤال في لي كومنتر والله يحمل ديكم ما تخرجوش من الدار الحالة معيش مليحة تهلوا في رحكم وفي والديكم سلام اشتركوا في القناة